كيف الحال يا رب انكم بتم صحة وعافية عدنا والعودو احمدو طولت عليكم او خلنا نقول بين قوسين صيفت وانا اسف لكن ابيك تعرف حاجة مهمة جدا عني كل ما طولت وكل ما تأخرت يا اما اكون مشغول او انه ما في فكرة وشلون ما في فكرة وانت تقدم دروس فقط لانا بعد قلبي انا ما اعمل copy and paste الا سوي دايما احاول اجب لك new ideas new thoughts فوضعتيني فرضر ادو لس جب ديس باري ستالت بيبي عنوان درسي مهم جدا ليش لان كثير من الناس منبديت في السناب شات وبالمناسبة هذا حسابي في السناب شات انصحك فعلا تضيفني فيه العنوان هو دروس من السناب شات اشياء فاتتك اشياء راحت عليك في السناب شات وانا اخوك اصح من النوم اصور وانا اتمشى اصور وانا اكل اصور وانا اسوي اي شي انت تسوي ايضا اصور فما عندي وقت محدد ما تعرف متى spit wisdoms ما تعرف متى اقول حكم هذه السلسلة راح اسميها من السناب شات يعني الناس اللي راحت عليهم دروس السناب شات او اللي فوتوها او الناس اللي اصلا ما اضافونا في السناب شات ايضا ما هي مشكلة كوز اي قاتشو كفر بيبي احيانا وانت تصالف تنسى تنسى وش الكلمة المطلوبة هنا وش المفروض تقول هنا فنقول باللغة الانجليزية I don't know how to say it شفت اللي say it هذي نقدر نشيلها ونضيف بدا لها put it I don't know how to say it تسوي I don't know how to put it معناها اني ما اعرف وش اقول هنا او ما اعرف وش يقولون هنا وانت استخدمها سواليف مطاعم اي مكان يا وحش بدل سيت بي put it وتصير انت نوعت لغتك وارتقيت عد هذه خلونا نعترف كلنا سويناها كلنا طحنا فيها انا متأكد ما في احد تفرج علي وما صارت له اللي هي فجأة جوالك يدق ايو يا بوي هلأ امرني تقول انا والله ما اتصلت عليك يقول والله اتصلت عليك وتشيك على السجلات وتجد نفسك انك فعلا اتصلت فالحالة هذي نسميها pocket dialed او نقول pocket call افنتين نفس المعنى والمعنى انه مبارنة دقيت عليك او احنا نقول بين قوسين داق عليك بالغلط الجوال يكون في جيبك وثم هو يدق من نفسه يختار اي واحد من القائمة ويدق sorry I pocket dialed you اسف دقيت عليك بالغلط المعنى البنقوسين انه جوالي في جيبهو بنفسه اختارك ودق عليك يوحش متع عيونك استمتع ناظرني من فوق لتحد نقول feast your eyes feast your eyes هو بمعنى متع عيونك تستخدمها في اي مكان بالذات النساء راح ينبسطوا على الجملة هذه وقدر يستخدمونها كثير what do you think about money you shared wow wow it's 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 beautiful اقول feast your eyes شخص بيسألني سؤال طبيعة الحال يقول ممكن اسألك سؤال او can i ask you a question طيب انا هنا اقدر اقول of course اقدر اقول sure او sure اقدر اقول go ahead اقدر اقول shoot ثم اللو كان مرة يمون عليه وامون عليه وبين وبينها معزة ومحبة اقول i'm all yours كلي فداك او من قوسين انا فداك فجأة شطحت في السناب شات اذكر وقلت no gain without risk no gain without risk مستحيل تكسب حاجة مستحيل تطور في حاجة معينة من دون ما تخاطر من دون ما تتعب الرسك هي المخاطرة فذا ما كنت انت risk taker انسان قابل للمخاطرة هذه انسان يدرعم لكن بعقله وبحكمة الان يوصل لهدفه لذلك نقول no gain without risk تبت تكسب حاجة معينة تبت تتميز في مجال معين you have to take the risk لازم تخاطر عندنا woman وهود woman بمعنى انثة hood بمعنى كبوت السيارة او ايضا الهود اختصار من كلمة neighbor hood الا هي الحارة الحارة نقدر نقول this is my neighborhood او اقول this is my hood welcome to the hood مان نقر لكن woman وهود اذا اجتمعوا مع بعض يتغير المعنى تماما وتصبح انوثة فاقول enjoy your woman hood استمتع بانوثتك يا اختها من باب الغزل قلنا ايضا في سناب شات لانا نشطح ونقول اشياء احيانا خارج عن الاطار والدروس i love you more than life itself i love you more than life itself يعني انا والله احبس انا والله اعشقس اكثر من الحياة ذات نفسها there is no medicine for what i have because my sickness calls you because my sickness calls you ما في علاج لمرضي لان مرضي يسمى انت او انتي المقصد هنا انه يعني مغازرة يعني وروح اقولها لوم العيالة اليوم فاطبخ لك سليق من انفنسي تقول I don't shake and make up I don't shake and make up shake بمعنى يهز shake بمعنى انك تصافح I don't shake انا لا اتصافح and make up واتصالح معنى الكلام هذا ما عديها بالساهل ابدا تزعلني ماني من النوع اللي تقول خلاص سلم سلم مصالحة وخلاص يا حبيبي اسمنا لنا في دقيقة انا نا براثر تزعلني تشيل شيلتك I don't shake and make up Get your priorities in order Get your priorities in order Get your priorities in order بمعنى رتب اولوياتك رتبها اذا كنت عايش random حان الوقت لو كنت عايش حياة عشوائية انك تعيش حياة organized حياة مرتبة Get your priorities in order يا رجال لا تسوي مجنون انت عارف النظام وانا عارف النظام ام نظام نظام سيدبوية نقول you know the drill معناها تعرف النظام تخالف تقول والله انا اخي اوو ضح اشارة بالله يا سيدبوية اخذ لك مخالفة لانك you know the drill النظام نظام قل خيرا او اصمت نقول say will or be still say will or be still smell ودرسناها في المدارس بمعنى شم وايضا لها معنى اخر وهي رائحة عفنة نتنا تكرمو بلقنا أها ريحتك يعفنا دي نرويك ترويك يوم اعطا عليك صغير تجPNه ميش تبقي او مجرة يوم مشاي يعني كان هناك شخصا في وقتنا فهذه المعلومات سريحة بشكل سريحا خاطئناها فيما سبق في endure جمعتها لكم أنا ادري ت mêmes بكثيره لكن بتشرك كثيرة وموجودة عندي في الملاحظات إذا هذه السلسلة أو هذا الدرس عجبكم وجاز لكم بنفس الشرح السريع زي ما سوينا كله مطلوب منك أنه لايك وكامنس لأن باللايك والكامنس رح أعرف أن السلسلة هذه جازت لكم بالتالي ما أطول في التفكير لأن أريدي عارف وش راح أشرح بإذن الله زي ما تعودنا إذا استفت فافيد غيرك بالشير واللايك والسبسكرايب فبالتوفيق للجميع سامو لارم بايبي بايبي